منبر حر مع هلال مر بقلو البرنامج ها بشو بعمل بعمل قلب يما بعمل ديكتوار شو بعمل منبر حر مع هلال مر صحيح غبنا عنكن بس كنا عم نجهز استوديو كرميلا نقدم لكم برامج حلوين فاعذروا غيابنا وان شاء الله هالمرة ما منطول عنكن منبر حر مع هلال مر منبليش متل العادة ثلاث مقاطع اول شي رؤى وضعك رح احكي اول شي بهيفا هيفا وإليسا قدموا حفل بموسم الرياض حفل كتير حلو ما بعرف اي حدا كتير مزوي صورة لهيفا وبلش التنمر انه انت مجعلك وانت خطيارة وانت بشعة وانت انا شفت الصورة الصورة مبينة انه اول شي معتمة كتير بعدين الصورة ملعوب فيها فوتوشاب يعني مبينين مخطرة لان انا بعرفها شخصيا لهيفا ومش من زمان سجلة الزميل علي صولة مقابلة يعني شفت عن قريب جدا جدا هيفا هيدا مش صورة هيدا حدا ري دشار كرمال ليسيق لهيفا شي له قصة اذا انا بحب هيفا او ما بحبه انتو مش عم بتسيقوا بس لهيفا انتو عم بتسيقوا كمان للفنانين اللبنانية انتو عم بتسيقوا لناس بدوا من يسترزقوا يعني عايب يلي عم تعملوه هاي دي قلة اخليق هاي قلة اخليق السوشال ميديا ها ها وقت بقولوا سيف زحادان السوشال ميديا هاي قلة اخليق السوشال ميديا انا بدي لكم شغلي بموسم الرياض عم بيجيبوا فنانين من اماركا من اوروبا من وين ما كان بمليين الدولارات يلي ما عم بحصلوا عليهم هود الى اللبنانية ولا حتى بعض الفنانين العرب فانتو شو خايص من كيسكن اذا واحد استرزق بحفلة بدل ما تهنوا وتزقفوا له ناطرين لا تنتقدوا ناطرين لا تنتقموا منه ناطرين لا تتنمروا عليه عاكل حال انا اللي بدي اقلكن روقع واضكون لانه لو شو ما حكيتوا عن هايفا ما رح تبطل ديفا وما رح تبطل نجمة وما رح تبطل هي ملكة الاستعراض عالمسرح ولو صار عمرة مليون سنة متل ما نلي الفنانة المصرية اديش صار عمرة وبعدها هي نجمة الاستعراض هايفا رح يصير عمرة مليونين سنة والضلا ناجحة والضلا ديفا روقع واضعكم من برحر مع هلال مر اليوم بدي احكي عن اضافة اضافة مش لانه كرموني ولا لانه وزير الاعلام اللي بكنله كل اجلال واحترام عيني سفيرة الاعلام الهادف بدي احكي اول شي عن اضافة لانه كرم الناس داوية الاحتياجات الخاصة اذا ما بنا نقول مقعدين او معاقين او اذا هاي الكلمة بتجرح انا متع متصالحة مع حالي ما بهمني الكلمة اللي بيقولوها ذات الاراضة الصلبة صحيح لانه هني رغم انه ما عندن اوقات ايدان ما عندن اجران قدروا عملوا انجازات مهمة بحياتهم اول شي برافو لسام سعد يلي اول مرة حدا بيفكر يكرم هيك اشخاص وبيستيهلوا التكريم لانه عملوا عمل كتير عظيم بحياتهم يعني مثل بيار يلي كان اخرس عمل 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 عظيم واحد اعمى كان محفظتلوا انقاسيميهم لان اذا بدي فوت بالقاسيمة حافظه اسمان ثلاثة مثل يلي بقطعت اتناطاشين ايدي واجريه وعم بيعمل اعمال كتير مهمة كل واحد عامل عمل مهم بمجاله وهو دي اضافة مش اضافة لانه هو دي اساس لانه لمجتمعنا مجتمعنا يلي اوقات شرير وبيدل على المعاقبة اصبعه وبيظلمه وبيحكي اسألوني الي انا بعرف اديش انظلمت بالمجتمع وقت انا خف نظري للخمسة بالمئة اضافة الى انه اضافة كرمني انا الي اربعين سنة بمجال الفن عملت كتير اعمال انسانية عملت كتير انجازات فنية حلوة ومهمة اسست كتير ازاعات اسست تليفزيونات اشتغلت بالفن الصادق والاعلام الصادق اها اول مرة بحكي عن حالي بستقلكن انه انا بستحق لقب سفيرة الاعلام الهادف هلأ السفيرة هي اللي بتحكي عن بلدة بباقي بلدين العالم فسفيرة الاعلام انا بحكي من عبر منبر الحر لكل الاعلام عن الاعلام الهادف الهادف للصدق الهادف لبناء مجتمع افضل لبناء انسان افضل فانا الك الشكر الكبير معي للوزير زياد مكاري الك الشكر الاكبر سعمساعد انك فكرت فيه اول ما اللي بدي اتكرم باضافة ازعلت انه انا بدي روح اتكرم معاقب وما معاقب وهيك بعدني اعتقلت لا اه لا بدي ازعل انا اللي عم بعمله عم بعمله شي كتير حلو لانه انا متى منتسبة لجمعية نصروتو ضعف النفوس بيدبنوا على المخدرات بيكون جسمهم كامل يعني عندهم ايدين واجرين وعيون ولانهم ضعف النفوس بيهروا جسمهم بالمخدرات فنحنا لا عم نبني جسمنا اكتر واكتر ضعف النفوس هن بيتنمروا على الفنانين متى ما ذكرنا باول مقطع على عن هايفا اه هي هودة يا حرام هودة بعقلن في اعاقة فنحنا على القليلة دماغنا كامل مكمل وقدرنا انه نعمل عمل كتير حلو كل واحد بمجاله فاضافة ملنا اضافة هي اساس وهلأ بدي اقل له مبروك لسام لانه رح يعملوا اضافة بدباي بالسعودية والعديد من البلدين سؤال على هامش اليوم بسأل لا اي متى بدنا نضل نحكي بقصة اليسا وزياد برجي رفع دعوة عليها استدعته لازم هي تكون لانه هي المستدعية وهو المستدعة هي عندها جيش الكتروني كبير كمان محمى باحد الاحزاب هو عنده جيش الكتروني كمان باحد الاحزاب او احزاب او جمهور كتير كبير بس الحقيقة وين لحد هلا سمعنا بس رأي زياد برجي السؤال على هامش ليش ما بنسمع رأي اليسا بمقابله وبتفاصيله لمعرفة كيفة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفان دوت كوم ولمعرفة كل جديد اعملوا سبسكرايب على اليوتيوب طي يصلكون كل جديد منبر حر مع هلا المر خلوا البرنامج طيب شو بعمل؟ بعمل قلب؟ يما بعمل فيكتوار؟ شو بعمل؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة